مشاورات ومراجعات وتقييم ونوايا إيرانية مفتوحة على استئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى دون تحول كبير في جوهر الموقف بالتمسك بالاتفاق النووي القديم وزارة الخارجية الإيرانية وعلى لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة طالبت الأطراف الغربية بضمانات باستمرار الاتفاق الموقع عام 2015 وعدم انتهاكه من أي طرف نتوقع من جميع الأطراف عندما تصل إلى فيينا معرفة أنه ليس لديها خيار سوى الوفاء بالتزاماتهم طبقا للاتفاق عليهم أن يقدموا تطمينات واضحة لإيران هذه المرة بأن لا يقوم طرف بانتهاكه الخارجية الإيرانية شددت على أن مفاوضات فيينا المتوقعة لن تناقش سياغة أو توقيع اتفاق جديد معتبرة أنها مباحثات فنية بالأساس لضمان الالتزام بالاتفاق السابق لا تفاوض على نص أو اتفاق جديد المسألة ببساطة مباحثات فنية لضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف بالاتفاق النووي واستضافت فيينا ست جولات من المفاوضات بين إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين وتم تعليق المفاوضات بسبب الانتخابات الإيرانية ورغم اختيار وتنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران في أغسطس الماضي فلم يتم تحديد موعد جديد للعودة للمفاوضات وتهدف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015 والذي تخلت طهران عن معظم التزاماتها فيه بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب عام 2018 اشتركوا في القناة